السلام عليكم أعزائي المشاهدين ولازلنا وياكم بالبصرة داركم وخليج نصار بصراوي اليوم اكتملت كل الوفود الخليجية وكل المنتخبات وكل أبناء البصرة فتحوا أبواب بيوتهم قبل قلوبهم لاستقبال الوافدين من الأشقاء الأحبة الخليجيين وإحنا وياكم على كورني شط العرب وقبل أن ننتقل للجمهور مفاجأتنا وهذا ستوديو قناة الفرات ستوديو برامز كورة اللي خلفي تماما هذا الستوديو راح يكون إن شاء الله تحفة فنية تحفة بصرية لكل المتلقين السادة المشاهدين احنا بعدنا بين ناسنا وهنا أهل البصرة اللي صراحة عجبوا عجبوا الكل بكرمهم وضيافتهم وعزوبيتهم اللي طلعوا على الحدود استقبلوا الوفود الخليجية القادمة إلى البصرة احنا مثل ما قلنا في حلقاتنا السابقة كرم وطيبة أهل البصرة لا يساوم عليه وهذا مو جديد على أهل البصرة شيء يعني من الأصداب توارثوه شوانك حجي؟ شخبارك؟ شوانك؟ شوانك؟ أنت شخصية رائعة معت رامات الجميع كلهم شخصيات حالي أنا حج رضى أبو محمد والنعم منك الله يرعاك يا حبيب قلبي هذا منو هذا؟ هذا حفيدي حفيديك؟ شاسمك؟ جود 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 والنعم منك جود جود محمد رضى الشحماني قل لي زي العيني الله يرعاك حبيب قلبي الغالي شوان شفت الأجواء شوان شفت الوفود الخليجية والله هي هايفة شيء يعني ما حاج يصورها لأنه هذا محافظة سعد العيداني يعني هو أبو من من أده على وضاع اللي سواها النهاية فشيء خلى البصرة تزدهر بالأخير أقوم تقريباً بحدود الثلاثين أو أقل ثلاثين سنة تسمعني فلذلك أنت يعني منشاهد أكبر الشغلات صار تغيير تغيير واسع جداً 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 شو اللي خلاك اليوم تشترى هذا العلم بلدي بلدي حب العراق بلدي اعتزبي وإنكر فهو بلدي يعني منشاهد الوطن اليومين عزف شو صحي اللي بداخلي؟ جسم كله يخشعار نفسيتك كله تصدر على موت بلدك يانه مهما يكون الانسان قدمنا لهذا العلم هو قدمنا اشكال اشكال مو بس انه فدينا بعمارنا بحياتنا باولادنا بجهدنا بامورنا كلها لهذا الشعب وشعبنا طيب ورقيق جدا وابو محمد يعني الناس اليوم متفاجئة بيمن متفاجئة بكرمنا برزوبيتنا بلخليج اللي يجوا العراق كله كل العراق بس اليوم قدمنا نموذج البصرة النموذج البصرة قدمت البصرة البصرة كانت في نوع من المظومية فلذلك انزحت ان شاء الله فلذلك تجي الشباب فتمفترهم ما كانت يجي وضعية عندنا مثل هذا الشاب شوف طالع اشتا هون هذا الشاب شوف طالع يا حبيبي الغالي الله يرعاك فتشوف الحالات الموجودة عندنا فتشي اللي والله الله يرحمه لديك يا حبيبي شكرا جزيلا الله يرعاك الله يرعاك حبيبي البصرة كلها طيبة؟ كلها طيبة على الرأس رأسك سالم مين جيتك؟ من بصرة زبير خابروك جماعتك أصدقائك من غير محافظة ايه عندي ضيف من بغداد البصرة وهذه رأتنا لا كنت موجود هنا قبل شهر تقريبا ايه رديتني شونا جواء البصرة؟ والله وناسة صراحة وناسة وايد حلوة والشعب البصرة بعد ما اقدر شي شي يقول انا شي يقول بعد وانا اخذوك الشباب من هناك؟ اوه مضبطيني ما خلوا مكان ما ودوني والله رحت المجمع تغدينا تعشينا حلينا شربنا كل شي سوينا عاستينا يا بعد راسي حبيبي عافيك بعد يام وكان ما خلطوه شنوه؟ بعد بداية البرامج ايه بعدنا توليو امس واصل انا ازيه؟ امس العصر وصلت حيلا حياك الله يا بعد راسي والله يحييك دائما رقم بهذه البطولة دائما ينافس بهذه البطولة بالذات لأنه هو زعيم بطولة كأس الخليج حلو عدل عندكم ان شاء الله امل انه والله ان شاء الله ان شاء الله ليش لا بالعكس لأنهم داخلين بعض اللواعيب من نادي القاتسية شباب وفيهم طاقة وعندهم باور شباب القاتسية شباب العربي نادي الكويت ان شاء الله بإذن الله رح نوصل إن شاء الله ليش لا ما في شي مستحيل يا بعد راسي حبيبي وشوفتكم فرحتنا يا حبيبي يا بعد راسي وهي ديرتكم والبصر اكيد هوفي بيتي ثاني بعد هنا حبيبي يا بعد راسي تشرفت plural جميع هني. موت قطعون بعد. اكيد شون نقطع. اي هاي. اربع جساة عندكم. حياة اكرم الله. انا ما سلم. حبيبي يا بعد راس. شباب عنده عنده مشاركة. اه. اه. ويني. اه. اه. الموضوع التذاكر. تعال. تعال اسي. التذاكر حصلتوا لولا. اه لا وين حصلني. بيش باعلك يا. مئتين وخمسين يقلوني. اذا ابو ياهم. مئتين وخمسين. والله. شنا. يعني تروع لروسا داي بيعونك لب مئة وسبعين مئتين. موفق حبيبي. اكو عشرة منك وارد لولا. ها. الذول يجون الخليجيين تطيهم مرض. اي بلاش. بلاش تطيهم. يس. كم مرض طيت. الحدي اربعة. خليجيين جوك. اي. راضيين شلو انت ما اخذت بعدهم فلوس. اش قلتينهم. 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 لا علي انا. وانكم احنا. اي. هي تشي. ما اخذت بعدهم فلوس. اي. عافي. من العلم اكايب بصر. ابوي. ابوك. هو الساك. اي. عافي. بطر. شو اسمك ته. نور. عافي نور. سبع نور. يعني هاليوم عدنا اصغرنا هو معزب. ومضياف. شون حبيبي. شو اخبارك. تدخين ممنوع. يا غير تخلي نظم يشترك. شو اسمك. رضا. حياك اللي رضا. حياك اللي رضا. شين اخبار رضا. والله بخير. الحمدين رضا. من التنوم. ها. هو علي. انتم شوفون اجواء منك من الصوب الثاني. اي والله شوف. اجواء شط العرى واجواء. تخبض. حلوة. تخبض. اي. الوفود الخريجية شفتوهم. اي شفناهم. رحبتو بيهم. طبعا. عشتريدك. والله. تفاتحين بيوتنا. جوكم خطار. لا والله ما جاء. تشذف عليه. اي. والله. اى. بطيبة تعال. خدش أنا عطا. ابدو بطيبة شونك يا ثم. ما اذهب روحي. Trans sweetheart. من كسرت بالطوبة. نه. والله. مش الشyy original. مذايك اللعب لا استحتاجك. لا وينهנה culpa jatertك.Yea. والله يدور علي المنتخب. ليش. إذن معينه. ويني. لحقيينه. مش شو كسرت تنسك. بالطوبة ثمين كسرت. بشارك والله واسه شلان بطول يتخلصها هاي تنفضر ملعب له الا شا شينيه الرجلية مكسورة يجوس كيش يصير قب ما يدق لونك شا السار فيه والله بخير عبارة المعاقب موين طاب ورادة مالك كسور لو ما يستشل مجانين ما يطابقوني جماعتك جماعتك شبيه موياك شينيه موزي اي واشي ندوب العباز هذا الخريط تعال تعال يا اخوي اللي انا الا ابتراك ماتي يتنمر عليك عادي صاحبي هذا اخوي اه اه ما كي صاحب هاي بطيبة الساعبة ماكي فاحب لا اخوي هذا اخوي اه والله عادي هو اخي هاي هاتى طبيك هوا اي اي حتى انا ماتى بي يا ماتى تبيتر سويته ما رجعنا هسه خريط وساعبه وموزي لا شاشيني معاي وحتش بشيذة بسانه اه هاي با مقتنع بطراكي؟ اي مقتنع حيو قلبي الغارج نورتونا شباب وين هو هذا؟ تعال تعالي الأول استشعر افترك اخذتك الشرادت شي اخبارك بخير البطولة شين اخبارها البطولة؟ مو يوم الطابق؟ لا والله مو يوم الطابق دوم أبد؟ كلش بعدنا تواصلين ونشوف شبابنا تعال شين اخبار؟ الحمد لله خير بقيت وحيد فريد كلهم عافوك مو زلم هم مدورة بعك يطع لعياهم؟ ابو هذا ابن اولاد واحد بصرة ابو نويلة ابو نويلة؟ سهلاً واحد بصرة؟ واحد بصرة ديمة واحد؟ كلشي ها والله قلت لعنا مو يوم الطابق؟ ليش تسألني على الطابق؟ هاي الوفود اللي اجيت المنتخبات اللي اجيت؟ كل الهل بهم شربتك منشور رحبت؟ مو يوم الطابق؟ بصرة بصرة وين بصرة؟ انا سايق تكسكي صعدوا اياه واحد من الكويت والله العالم توسلت بمشوا اياه مارضة شاهية هاي؟ قال هذول عمام هنا انا صعدوا اياه واحد ماذا منين ماذا اياه الدولة ايه؟ قام يحك ما عرف انا حانشيه ايه توسلت بي بويا مش بيه ايه رحت الزيارة قام راح نجي هناك بصرة خذية ارقامهم قلتهم منتجون هنا ايه بخدمة كمانا شاحت بصول كبيرة بعد؟ ايه ما قلتك واحد بصرة هانه؟ ايه ما قلتك واحد بصرة؟ عافية عاشتينك شعبت؟ ايه خذت منهم كران او لا؟ لا والله ما خذت الله شاهد ماذا قلتك ايه؟ انا خذيتها منها منت النومة اللي بالخصي خمس سالة؟ خمس سالة ما عتسوا وبعد ثاني هذا؟ ثاني خذيتها منها من هاي المدينة منها للبهدري ايه وانا بلتعت خليصة خمسة وعشرين لا صرفوا لخمسة وعشرين لا اخوتنا ذول ما يستعلون حبيبي عاشتينك وخدمتهم شنو شعرتك؟ انا رحبت بالخليج ايه؟ نقلل هلا بيهم وبيت بيتهم بصر بصراتهم دياراتهم وعلي عين غطة عين شيلة مفتوحة منك والنعم منك انت شعرت قبل شوي شو كنعك رحبا لقاء والله ما ادري غار منادي غار منادي غار منادي غار منادي كثر لي عفية واحد بصرة واحد بصرة ونويلة حاولت الشرحن واحد بصرة أبويا على الخليج تعوفونا من الزواج خلنرجع البرامج ناسا وسولفوا على الزواج داري دراشت 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 أبو نويلة بيمنت بيمنت شرائي؟ بالتيك توك بالتيك توك؟ نعم عافية نعم أعزائي المشاهدين بالتأكيد كنا وإياكم في برنامج البصرة داركم عبر قناة تلفرات الفضائية وأكيد هذه انتقالة إلى زملائي المتشرين الآن على كوري شط العرب هذه انتقالة إلى ليت صلاح شكرا المحتز متواصلين عبر قناة الفرات الفضائية بهذه الأجواء أجواء كورني شط العرب أجواء الخليج أجواء البصرة الجميلة التي ملؤها الفرح والسرور والمودة والتفاؤل ننتقل بين أهلنا وناسنا هنا البصريين السلام عليكم السلام عليكم شكوانهم الأجواء يمكم شكوانها التحضيرات الحمد لله والشكر نرحب بكم بقناتكم الكريمة شكوانها أجواء خليجي أجواء الخليجي هاتشوفها الخليج بين أهلهم وديراتهم هاي وحياهم الله وأهلا وسهلا بكم وبالخليج نشوف حاملين أعلام عراقية شعارات جاي ترحيبية جاي تطلقوها للوفود الخليجية اللي جدي على كورني شط العرب بالفعل بالفعل هذا منذ عشرة أيام تقريبا نرحب بهم بدأت استعدادكم منذ عشرة أيام بالبصرة نحن منذ عشرة أيام نرحب بهم بيوتنا مفتوحة لهم حياك الله أهلا وسلم نعم منكم أيضا ننتقل إلى أحد المواطنين هنا بالبصرة شون الأجواء يمكم والله هي أجواء حلوة ومرتبة تشوف هاي الأجواء يعني لا شك أنه بين الخليج والبصرة اختلطت رجعة أيام قبل الثمانينات يعني رجعة المياه إلى مجاريه إن شاء الله الحمد لله وشكرا نعم منكم شكرا لكم طبعا هذه البطولة هي بطولة مهمة هي بطولة تعتبر البوابة لاستضافة العراق إلى بطولات مهمة أيضا هنا في البصرة وفي كل المحافظات العراقية خصوصا وأن هذه البطولة بطولة خليجي 25 تأتي بعد غياب دامة أكثر من 40 عام على عدم استضافة البصرة والعراق عموما إلى أي بطولة خليجية ننتقل إلى أحد الضيوب السلام عليكم شرفونا وياكم السلام عليكم شون الأجواء يومكم؟ تم من البصرة كي نيخويا من البصرة شون البصرة شون الأجواء؟ حلو أخويا تنظيم حلو جاي يساوونه جاي يحتلون بالشوارع يعني جاي عم الله إن شاء الله ويستبر كل إن شاء الله لورا حبيبي شون الأجواء اليوم شون الترحيب اللي جاي تتقوه على الوكول لازم نرحب بالناس جاي يجونا لازم نقدم صورة حلوة عن البصرة يعني رغم يعني مثل جون الخارج نماخذين صورة كي سيئة علينا نحاول نقدم علينا وإنه نستطيع عليها يعني البصرة حبيبي طبعا هذه الأجواء أجواء المودة أجواء المحبة أجواء الألفة هنا في البصرة حيث يجتمع الخليجيين الوفود الخليجية من كل الدول الثمانية التي تشارك هنا في هذه البطولة بطولة كأس الخليج الخامس والعشرون في نسختها الخامس والعشرون هنا في البصرة الحبيبة خلينا نلتقي السلام عليكم السلام ورحمة الله أجواء جيدة نحن من محافظة ميسان إن شاء الله المحافظة ميسان جاي هنا نحن تشاهد مباراة الخليج إن شاء الله أجواء حلوة والبصرة كلهم طيب وبركة ومعازيب أجواء الكرم كرم والبصرة ما يتوصف صراحة والله العظيم يعني خجلون يعني ناس أهل طيب فتحوا بيوتهم قبل قلوبهم فتحوا بيوتهم قبل قلوبهم ونشكرهم خلي خلي ننتقل إلى أحد المواطنين أيضا السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا من محافظة ميسان الحمد الله وشكري جاي شاهد مباراة الخليج والله إحنا جاي نشاهد المباراة صحيح والله كلش كلش راقية كلش راقية يعني مو مثل ما المتوقعين كرم وهي البصرة أو فتشي راوعة كلش راوعة الحمد الله زين يعني خليجون أهل الخليج خليج سفعون يعني شوف الجمال شوف النعمة هاي اللي احنا بيها يعني معلأسف البصرة مظلومة وشانت باكل وقتين زين بس فتشي شوف شوف الأضواء شوف كل شراقية زين خلينا ننتقل أيضا إلى أحد المحافلين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شون هالأجواء شون هالتخضيرات ووالله كلش جزينة كلزينة وأهلي البصرة إن شاء الله ما يقصرون ويناسهم ونجايتهم الناس من الدول الخليج وإن شاء الله ما يقصرون الناس معاذيب وطيبين شكرا جزيلا خلونا نسمع شباب خليجة 25 بصراوي بصوتكم قولوا خليجة 25 بصراوي خليجة 25 بصراوي شكرا جزيلا طبعا هذه الأجواء الجميلة هنا في بصرتنا الحبيبة في بصرة الخير والعطاء في بصرة الكرمي والسخاء هنا نعم أحبة المشاهدين من تواصلني وياكم ورح ننتقل بين أهلنا وناسنا هنا في البصرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شون شفت الأجواء شون شفت التحضيرات حقيقة التحضيرات جيدة جدا في محافة البصرة ومن خلال البصرة نوجه تحية جلال واعتزاز إلى الأخوة الخلاجة وأهلا وسهلا بهم في مدينة البصرة ونفتحة قلوبنا قبل بيوتنا وقبل مكاناتنا إلى أهلنا أهل الخليج ومن خلال قناتكم الموقرة قناة الفرات قناة الشعب العراقي نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في هذه البطولة وإلى كل من نظم هذه البطولة وإلى كل من وجه الأنظار إلى مدينة البصرة التي تستحق أكثر من ذلك فشكرا جزيلا اليوم البصرة متعودة على إكرام الضيوف الترحيب بالضيوف حقيقة البصرة دائما سباقة في كل شيء سباقة في كل شيء للعراق وانفتحة إن شاء الله المضايف والدواوين إلى أهلنا الخليج جميعا وإلى الشعب العراقي جميعا وإلى كل المحافظات فأهلا وسهلا بهم في مدينتهم مدينة البصرة مدينة الفيحاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا عمي الله يحفظك طبعا هذه هي الأجواء الجميلة هنا في البصرة الفيحاء أيضا ننتقل إلى أحد الشباب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اليوم شونا نشوف التحضيرات شونا نشوف الأجواء والله هي بطورة الخليج جيد جدا وإحنا كبصريين نشرب كل المحافظات ونشرب كل الدول الخليج بيوتنا مفتوحة إلهم فكنا إنه قبل الخليج إنه إحنا متحضرين من بيوت منازل مفتوحة من الطعام من كل شي حضرنا إلهم هم على رأسنا هم أهل الدار وإحنا الضيوف أريد أسمع خليجي بصراوي بصوتكم خليجي بصراوي إن شاء الله الله يخليك طبعا هذه هي الأجواء الجميلة هنا في البصرة الفيحاء في بصرة الخير والعطاء والكرمي والسخاء طبعا أجواء الكورنيشة تواجد المواطنين العراقيين وأيضا المواطنين من الوفود الخليجية من كل الدول الخليجية المشاركة في هذه البطولة الدول الثمانية حيث تقسم هذه البطولة إلى مجموعتين كل مجموعة تحتوي على أربع فرق مجموعة العراق ستفتتح يوم الجمعة الساعة السابعة تقريبا في مباراة العراق وعمان راح ننتقل إلى أهلنا وناسنا هنا في البصرة الفيحاء السلام عليكم مرحبا بكم كيف نرى الأجواء هذه بطولة الخليج تستضيفوها أنتم أهالي البصرة والله إن الفخر نستضيف هذه البطولة وإن شاء الله البطولة راح تكون ممتعة وإن شاء الله خليج وبصراوي إن شاء الله دعم البصرة ترحب بضيوفها إن شاء الله نحطهم على رأسنا إن شاء الله إن شاء الله على رأسنا ننتقل إلى أخونا الثاني السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي شون تحضيراتكم بطولة الخليج يعني مثل شين تحضيراتنا تحضيراتكم ترحيبكم بالضيوف ترحيبنا نخلنا جميع محافظة وجميع خليجي نخلها فوق رأسنا وبيوتنا كلها نفتحها من بداية البصرة من القرنة للفاو متعودة متعودة بعد احنا للكرم وشودة الله شكرا جميعا نعم منك طبعا هذه هي البصرة هذه هي الروح الجميلة هنا في البصرة الفيحاء حيث الكرمي والعطاء هنا يستقبلون ضيوفهم ويفتحون قلوبهم قبل بيوتهم استقبالا لهذه الوفودة الخليجية ولكافة المواطنين القادمين من المحافظات كافة طبعا هنا مستمرة في هذه الكورنيش في كورنيش البصرة مستمرة هذه الأجواء الجميلة مستمرة هذه الترحيب وهذه الشعارات الترحيبية وحمل الأعلام العراقية ترحيبا بالوفود وترحيبا بالمواطنين القادمين من كل المحافظات شكرا جزيلا على حسن الزغاية المتابعة وهذه انتقالة للزميل محمد الإحريشاوي من مكان آخر في كورنيش شط العرب شكرا الزميلي ليف بكل تأكيد الجانب الآخر من كورنيش شط العرب هو الشارع المحاذي لهذا الكورنيش والمركبات اللي انطج جمال آخر لكورنيش شط العرب من خلال تواجدنا بيه السلام عليكم السلام حبيبي اليوم أشوف الأجواء الجميلة وأشوف أنه الإيجابية والفرحة فرحانيني والله فرحانين بالأشقاء الخليج وأهلا وسهلا على روسنا سايقنا قواك الله تاج راسي يا بعد روحي أحكي لي شو تحب تقول لجماهير العراقية لجماهير الخليجية والله أحلى ضوء عندهم يخبلون والقرآن يعني فالشي عندهم الطاف عندهم كل شي يعني عندهم مثل ما تقول نفسين بالخليج وربع الخليج والكويتين كلهم وعيا راسي يا بعد روحي نعم يعني دائما إن شاء الله وأبدا ستبقى راية العراق ترفرف بهذا الحب بهذا الجمال بهذه الأجواء الجميلة المتواجدة في كورنيش شط العرب نحاول نلتقي ببعض العوائل المتواجدة خلنلتقي بالجهال خلنشو بأي ذا الحبابين شوانكم؟ يلي كتحبون تقولون رين نقول خليجي 25 بصراوي يلا لا بصراوي خليجي 25 بصراوي خلنناخدكم لقاء اليوم أريد نشوفوا انطباعاتكم حول بطولة كأس الخليج وهذه الأجواء الجميلة إن شاء الله خير وبركة إن شاء الله كأس عراقي وإن شاء الله يعني هذه الأجواء أدو مو بس يعني بهذه أيام إن شاء الله في كل وقت تضرع هذه الأجواء وبخير وبركة إن شاء الله الله يديمها الاجواء ان شاء الله مثلما تشاهدون العوائل العراقية العوائل البصرية ايضا ايجابية ونشاهد اليوم العوائل البصرية متواجدة ايضا والشباب وخلال تجواننا بهذا الشارع نشاهد ايضا تواجد وفود خليجية وفود عربية لكورنيش شط العرب واكيد انه تشوفون الاجواء ربما الصورة ابلغ من اي تعبير العوائل فرحانة الشباب فرحانة لكل متواجدة وفرحان وهو يقدم كل ما يملك من اجل استضافة الجماهير العراقية ويحب يقدم رسالة لكل العالم رسالة لكل الخليجيين رسالة لكل العراقيين باننا نستحق تنظيم مثل هكذا بطولات في البصرة سواء وفي كل المحافظات العراقية مثل مشاهدون الجماهير العراقية والعوائل العراقية المتواجدة وهي تواصل ايضا هذا النجاح ان شاء الله اللي بدأ قبله البطولة ايضا معنا بعض الشباب اللي فرحانين ومتواجدين بكورنيش شط العرب السلام عليكم السلام حبيبي احشينا عن الاجواء والبصرة تحتضن كأس الخليج والله الاجواء اجواء ماكوا منها واجواء روحة والبصرة الكرم وهالطيب احشي لك السا من بغداد جاي ضيف على بيت عمي من البصرة يا اخي اهل كرم وهالطيف والسعنى فرحانين وعدنا هاي مثلا شكل لك يعني فرحة ما تنوصف عيد عيد عيدنا يا مني عيد 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 رحم الله وديك حبيبي هلا بكل الضيوف وهي بصراتهم ان شاء الله ما نقصروا ياهم من كل الدول ان شاء الله هلا بيهم ان شاء الله البصرة ما يقصرون شوانهم الشباب حياك لنا وسهلا يا عمري يوم اشوفك رافح هاي الوردة من بغداد للبصرة وانا اتشرف اتشرف والله يعني ما اعرف شح شي يعني ما لقوا الشي عبرون عني عبرون عني بهاي الوردة وشنو تحب تقول كلمة لكل الجماهير الخليجية انا ما عرض اقول شي بس اريد الامن والامان ان شاء الله ان شاء الله الامن والامان متوفر انهم نحشب نجاح البصورة هم الحد الان ما موضحت لهم ان شاء الله كل شي ماكوا وهلا بيكم وتنوروننا احنا هسا احنا من بغداد حاسين بالفخر حاسين بالعز بالاطمئنان بالامان من نشوف هاي الاجواء الحلوة المرتبة بالانستقبال الجماهير الخليجية فان شاء الله يديم هاي الفرح عالينا وعلى الجمهور جميعا وان شاء الله نكون عد حصن ذن الجميع كل احنا خليجي 25 بصراوي كل احنا خليجي 25 بصراوي ان شاء الله خليجي 25 عراقي بصراوي بكل المحافظات وكل الاجواء الشباب اليوم المتواجدين ايضا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله احتيلي عن اجواء الكورنيش واستضافة البصرة لخليجي 25 والله مبدئيا مبروك للعراق مبروك للبصرة تحديدا شوفت عينك الناس فرحتها بالعراق كرة القدم فهذه المتواجدين هنا مو بجرة كورنيش هما ذو الجماهير الخليجي فان شاء الله هاي البطولة تجمعنا وتجمع العرب من جديد وان شاء الله تلمي الشمل هي هاي وتبعد كل المشاكل الطائفية وجميع المشاكل الاجتماعية الثانية ان شاء الله كل شهال حبيبي نرحب بالاشقاء ونرحب بالجمهور الخليجي وبيوتنا مفتوحة قبل الملعب يا حبيبي اهلا المستهل كلمة وجونا يا حبيبي شكرا لأهل البصرة والنعم والنعم يعني احنا اغلب المتواجدين بهذا المكان ربما لالتقنا بهم من خلال المركبات او ربما ايضا من تواجد الزملاء على الكورنيش هم يشكرون ويقدمون كلمات شكر لأهالي البصرة هذه المحافظة المعطاء اللي قدمت الكثير وما زالت تقدم واليوم احتضانها لبطولة كأس الخليج ويرسال رسائل محبة ومودة ويقام لكل المنتخبات المشاركة باننا نستحق ان ننظم هكذا بطولات واحنا اهلكم وناسكم تعالوا شوفوا الاجواب البصرة لتشوفون اللي ينقل عبر بعض المواقع الصفراء عبر بعض القنوات الصفراء اريد تجون هنا للبصرة وتشوفون الواقع بعينكم وبكل تأكيد بعض الوفود الخليجية اللي اجت للبصرة نقلت صورة ايجابية وهذه الصورة ما اجت من مجاملة بل هي صورة حقيقية بان البصرة امنة بان العراق امن بان هذه الاجواء اليوم احنا اه في ساعات متأخرة من الليل وابناء البصرة وعوائل البصرة وكل الجماهير العراقية والجماهير الخليجية تشاهدون الصورة ابلغ من اي تعبير الكورنيش مكتغ بالزائرين من الجماهير العراقية وايضا الشوارح هذه مكتغة بالقادمين من كل المحافظات ومن كل الدول الخليجية وايضا رسالة لجماهيرنا نعرف يا جماهيرنا انت جماهير رياضية عاشقة لكرة القدم ولكن ملعبنا يتسع لخمسة وستين الف متفرج واربعين مليون عراقي فنتمنى انه الخمسة وستين الف اللي يدخلون والبقية احنا راح نكون مساندين سواء من من مناطق المشجعين او من خلف الشاشات وان شاء الله قلوبنا اولا لانجاح البطولة وثانيا لتتويج العراق بهذه البطولة وايضا هذه المركبات اللي تحمل راية العراق وراية الله اكبر وهذه العوائل اللي مبتهجة بهذه المناسبة السلام عليكم عليكم السلام حبيبي احشينا عن شعورك وانتشاهدها الاجواء والله الاجواء حلوة وحيا الله الخليج وان شاء الله تعدي سلامات على قولتهم قل خليجي خمسة وعشرين بصراوي خليجي خمسة وعشرين بصراوي اي يعني نشوف العوائل العراقية وكل هذه زميلة اذا تسمح ان نشوف الشوارع وهذه الاهازيج وهذه رايات العراق الخفاقة ترفرف بأياد العوائل البصرية هذه العوائل اللي فتحت قلوبها قبل ما تفتح بيوتها ويتقدم كل ما لديها من اجل ان ترسم صورة طيبة عن البصر وعن العراق باننا بلد عطاء بلد كرم بلد نستحق تنظيم مثل هكذا بطولات وهكذا احداث ومثل ما تعرفون انه العراق بعد عام 79 خليجي خمسة هذه البطولة الثانية بعد 43 سنة تنظم كأس الخليج وان شاء الله هي بادرة وبوابة لرفع الحظر الكل على ملاعبنا وايضا بوابة لتنظيم مثل هكذا بطولات في المستقبل الاجواء جميلة هذا كل ما لدينا في كورنيش شط العرب في محافظة البصرة تغطيتنا وصلت للنهاية انتظرونا بتغطيات اخرى دمتم في امان الله